مرحبا بكم اليوم نحل مبعضنا المشكلة بتاع الروز البسمة و المنجحش معهم اليوم نعمل مبعضنا الروز في الكوكوت مينوت و ما الفرق بين الروز في الكوكوت ولا في تنجرة واحدة في تنجرة واحدة يستحق ماء اكثر و في كوكوت خاطر فما برشة بخار بش نستعملوا الطرق هذو ما بش نحط مغرفة زبدة صغيرة و بش نحط الزيت الزيت برقدير نحن اشتر كاس متع تاي تقريب بين 6 و 7 مغرفة كبار زيت و حطيت عليهم الروز الروز اللي هنا يلزمنا البسمة حطيت مثلا نحن صحفة صحفة روز نخسلوها مليح 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 للي الماء بتاحها يولي ترانسبران معاش سيب فكن شام بتاحها ذاك هولي يلصقلنا ببعض الروز في بعضه و من بعد نحطو يتقلى زي دا مليح حمليح للي يتبدل يبدأ يحمار اكاكا يعمل كما القشرة من بره و يضمن ما يتفتفتش و ما يتكسرش و ما يتنفخ شوي كالخبزة معانا خليت و طوا يتحمر على روحه و جيت حذرت السوس بالسوس بلانش بنية زيدة ياسر روعة قصيته تروف حتيته مع الزيت و إلا زبدة كما تحبوا ملح و فلفل و نقلي فيهم ماذا بينا يكون جويد السكالوب و حتيت عليهم غرفة الثوم و زنجبيل و من بعد نجيته و نأخذ عندي رطل تقريب شامبينيون حتى نقصك الشامبينيون الشامبينيون مفيه شروح هذا كله بش يذوب و يهبط و ليس بشي قاد الشامبينيون هنا إذا نحبوه يتيب رشة ملحة يخرج الماء و وقتها نخليه يتيب و إذا لم تحبوش الشامبينيون يخرج الماء ملح و جملة خلطوا الكل مع بعضه مع السكالوب و نرجع الروز و زروا له كيفية تحمر حتيتوا في البروغرام تحتيتوا هنا في البروغرام تحتيتوا و قاعدت انقلي فيه للي لونه يتبدل مش الكل و ما يبدأوا هكا فيه شوية يبدأي حمارها نحن نجد الصحفة اللي كيلت بها الروز هي بيدها نكيل بها ماء اما ما نحطها الكل علش في الطنجرة اما ما دام في الكوكوت الماء متاع و ذاكا راهو بشي يرجع عليه معناها بشي يرجع عليه كامل مش كيما في الطنجرة راهو بشي يخرج و يتبخر و يمشي كيفية ركزوا معي حطيت الماء توقعات نصب في الماء و خليت منها الصحفة مش كاملة ما حطيتش الصحفة كاملة نقصت منها نحب ديما نقعد الراف الروز ريتوني كيفية شرا فيها الروز ما هو شفيت الاصبوع حطيت عليه الملح متاعه و نخلطه شفتو كيفية تقريب قد الماء و قد الروز ما يكون شفيته برشتي اقل من سبع و بعد يبدأ هوا كدجا يشرب نسكع عليه الكوكوت و نحطو في البروغرامة الروز انا عندي 12 دقيقة و من بعد نرجع له نجي نرجع لهيك السوس زيتها شوية في الفلك حل و ملح للشامبينيون بشي سايب الماء و خطيت الملح والماء و اهبط نقوي في الجاز و نضيفه بشامبينيون و اسكالوب و نضيفه كريم فريش و إلا كان لديكم كريم ليكيد اما انا نفضل الكريم فريش خطر عاقدة و حتى الطعم نحسه خير والكريم ليكيد أخف نخلطهم الهنية يتراوه ماء هكيكة جيري لا تتناهوهاش بشي يغلي حتى يتكبس طوكي يبرد بشي يجمت و حتيت له هنا مغرفتين صغار نقوله مليانين بغمزون عندي ما عندكش تحط أي جبنة تحب عليه إن شاء الله حتى واحدة موثلثات تحلها في وسط الكريم فريش و كمشا مع الدنوس بش تزيد البنة متع السوس و كهو طوام بعد نهبطه نبعده على الجاز و نعدي بيهك الروز حاصيله الطبق المفضل عندي بنا على بنا الكوكوت صيحة لينتهاد عدية 13 دقيقة نعمل طالة و لهنين أكد لكم اللي بإذن الله ما يجيش معاكم خبزة واحدة و ما يجيش معجن و ما يجيش يتكسر و شوفوا جربوا و انتبعوا نوع الروز راهوا كل واحد و عندوا الروز متاعوا اللي يستعمل فيه و نوع الروز يختلف من واحد الواحد الروز مثلا للسعودي إلا تبدأ الحبة طويلة ولا الإيراني ولا اليمني اللي يبدأ خشينه و حبته طويلة نحط له أكثر شوية مثلا كيس ماء و كيس روز الروز هذي اللي أخف نحط كيس غير شوية غير الربعة غير شوية المهمة هكا كيف الحل عليه شوفوا كيفاش يبدأ مفرك صحيح في الطنجرة يجي أكثر مفرك كما هوني خاطر بالبخار طيب معناها راجع عليه الماء و راجع عليه الماء و راجع عليه و مسكر عليه لهواء جملة هذيك علاش الروز يجيكم اعجينها واحدة خاطر نحطه برشة ماء و نسكر عليه كوكوت بش يخرجنا خبزة قطو و مش روز نغرفوه وهكا الزبدة والزيت اللي حطيناها الكمية هذيكا هي اللي بش تحميلنا الروز اللي تخليه ما يلسقش في بعضه و يبدأ مبلوه الوطري و ميجينيش شياح يغصص و الزيت كي يبدأ ناقص يبدأ الروز لاسق في بعضه و مينجمش يبعد على بعضه و خاطر ما فاماش الزيت اللي بش يخليه يفصل من بعضه طاوة حتيت الروز متعي في السحن و نحط بجامبه هكا السوس متاعنا و السكالوب و الشامبينيون و هذي يبدأ ناقص و اللي بش يعمل الروز متعي في التنجرة اهو كي يعمل قد الروز قد الماء و السحفة اللي كايل بها هي بيدها اللي يكمل بها و نعملوك حكاية التقلية هذي كان قلي و بتبيعه في الجاز يخذ اكثر اقل وقت و في الكوكوت بتبيعه بش يخذنا اكثر وقت و تغطيه بندلة و الخطام تاع و لبا ببيع اليمينيوم حتيش اللي يتيب دريجين لنزمي و هذي وسطنا كنت لليوم ان شاء الله تجربوها و ان شاء الله تعجبكم و في حلقة اخرى و وصفة اخرى ان شاء الله و بسلامة